السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير انا الحمد لله في نعمة اليوم ان شاء الله تجيتكم بروتين على بل يعجبكم نقول لكم ما تنسونيش بلايجام لكومنتار وتفارتجيوه مع احباباتكم كي مشتو اليوم نهارتها برد وشتي واللهما صيبنا في عن تخلط للدار بينسغل ماشينا انا نكون ندرتها في الليل توجوغ في الليل ندر الحوايج لداخل وغدوة من داك الصباح نعود نشعلها كي مشتو شعلتها باش تكمل الغسيل من بعد نشرتهم باش ينشفوه وروحت ديغا كتوموا للكوزينا الفطوري اليوم مكالاني طوياج لاوالو خديت شوية راحة ان شاء الله نكمل معاكم كل حاجة في الفيديو اللي جايين راح ندير الكسرة ولا خبز فطير هاد الخبز يجي شوية خامر تقدرو تغمسو به كي تديرو الجواز كي تديرو هكا لوبيا بصلو طماطيش ولا كي ما اللي درتها اليوم المهم عندي كيلو تع سميد ارتب هنا يتحبو ارتب تحبو المتوسط تحبو تخلطو بيناتهم تحبو تديرو سميد وفارينة كي ما تحبو درت لهم كامل نص مغرفة تع السكر في كل يعني خبزة ومغرفة صغيرة تع خميرة تع الخبز عندي نص كاس تع الزيت ونخلط مليح بيدي راح تجي مبسة و او مانطن تجي منفخة ويعني كي ما قلت لكم طرية وتقدرو تغمسوا بها تقدرو تاني تشربوا بها قهوة حليب بالزبدة والمعجون اه تجي بزاف هيلة وطرية كي بزاف اللي طلبوا مني الوصفات عفوان تعالى الكسراء يعني كل وحدة وكيفاش تديرها وكاين بزاف انواع لبنات هادية يعني نوع من الانواع اللي نعرفهم كامل بينسوق بعدما بسستها ندير لها حوالي مغرفة كبيرة تعمل في كل كيلو فارينة ديروا مغرفة كبيرة تعمل حاجيكم سوا سوا ونبدأ نطم فيها بالماء دافي ونعجنها امامة وبالنسبة للمبتدئات دايما نديروا الماء غير بشوية هنا عندي سميد رطب ما يشربش بزافي عني الماء مش كما السميد المتوسط ولا السميد يكون شوية خشين المهم ندلكها ملح ونعجنها ونحطها تريح على هات الشكل البنات انا هنا دلت لكم كمية عربعة خبزات وانتو ماء كل وحدة يعنيش حال تساعدها بينسغ تاميم يلعب بالعجينة كما دايما راكوه الفتوه خلاص كل ما نكون حندير حاجة فوق البوتاجي لازم هو يحضروا ويعسني وهو يشوفني المهم ربي يحفظوا يحفظ لكم كامل وليداتكم غطيتها بالطرشونة وخليتها تخمر بينسغ بيد ما راح تخمر لي راح نفتح معاكم الكوزينيا ولا الباب ديالها كيم بزاف اخوات اللي قالوا لي يعني طلبوا مني باش نعاود لهم كيفاش نفتحها المهم نحط لكم الفيديو اللولانية كامل في صندوق الوصف بش لي ما فهمتش في هاد الفيديو تروح تشوف الفيديو اللولانية وتفهم ان شاء الله هي طريقة بزاف بزاف سهلة تفتحوا الباب بتاعكم كامل تعالى كوزينيا بان لبنات هادية برانت الاخرين مع لا باليش الى كيف كيف ولا ماشي كيف كيف المهم اناني نهضر على اللي عندها كوزينيا كيمة ديالي هايليك فليكوتي كامل تلقى واحد الحديدة تجبدوها انتو ما تطلعوها للفق هادا ما كان شوفوا البنات هايليك الحديدة كيفاش تلقوها مغلوقة انتو ما تطلعوها للفق ديرو هكا باستيعانة عموس ولا هكا بالكلاب ولا المهم لي ما تعرف شو خاطيها البريكولة شو في الدر ما ننصحش تفتحها وحدها خلي حتى يجي رجلك ولا اخوك ولا يعني بابك ولا وفتحي معاه هكا بش ما ميلك شمسر لها ولا ما تحصلش فيك كامام تكونوا في زوج هذه هي من بعد نعود نغلقها ونبدأ نجبد فيها غير بالعقل راح تتنحى لكم بكل سهولة هايليك تنحوها بكل سهولة راح نغسلها من الداخل نرجعها تشعل شوفوا ديجا هادا كله تخي التحتاني تلقاوها ممسخ بس كما تقدروش تمسحوه والباب مبلاسية لازم تدخلو تطرشونا من الداخل يعني تمر ميدا ويلا مسحتوه ما حاش يخرج لكم كيما تنحوه كامل على هات الشكل لبنات انا مسحتوه هو الول سبقت فيه نحيتلو كامل هاداك الاوساخ والسبك وبينسوق ما حبيتش نزرب لكم الفيديو باش كامل تشوفوها وكامل تفهمو هكا تفتحولي كويزينياغ تاوعكم وتنقو لهم زجاجة من الداخل تولي تشعل ما عندي ما نقول لكم يعني كتطيبو ولا تطلو من تحتا تشعلو الضو تجي بزاف هيلة شوفو الاوساخ الليبنات سبك اللي لقيت فيها تلقاو هنا من هاد الجيها يعني مشي من الجيها تعليد تلقاو تخوا فيس تفتحوهم بتورنوفيس بينسوق هنا يلازم لكم يعني شوية دوزان هاداك تورنوفيس هادا ما كان نغمال ما هادا ما كان تفتحو به كامل هادوك البونات على هات الشكل الليبنات شوفو انا ننحي فيهم كامل يعني نوري لكم بالتفصيل باش كامل تقدرو اتنحوها حتى اللي عني البولونات وتلقاوهم سبكين من المطياب من اللي بخوضوي كامل يتراكمل وسخ تما شوفو وين يتلمل وسخ والله غالب ما نقدروش ندخلو يدنا ونغسلوها بصحكيت تفتحوها راح تغسلوها بكل سهولة على هات الشكل انا بديت هنا نرغون فيها يعني ما استعملت لفش فاشا لا بخوضوي عفوا لا حتى حاجة بس كمل داخل هادي كانت تنقية ما عنديش بزاف من اللي خسلتها انا اشك فوا نفتحها اتجيني سهلة بلا ما نستناع راجلي بلا والو نفتحها غير وحدي ويني طواييها ونعود نردها لبلستها كي مشتو حكيتها مليح بالحبل نحيت لها كامل هادوك السبوكات وهادوك اللي طاش اللي كانوا من الداخل ونجوز لها بانشيفونها كميكرو فيبر وبينسوغ في الاخر كامل قبل ما تغلقوها لازم تلمعو هاداك باش يعني التاثيري وباللي ما يخرجوش فيه ليطاش وتلقاوه انقيم الداخل انا هنيا بعد ما مسحتوهم كامل قبل ما غلقتها رحت ادرت شوية لو بخودوا بتاع الزجاج هاداك اللي يلمعو ويردها تبريي وعاودت مسحت بانشيفون ميكرو فيبر ما صورتها لكم شبه المهم انتو ما مسحوهم مليح وورجعوهم يبرييو هادي هي زدت الكوتي الدزيام هو هاد الكوتي الدزيام اللي لقيتو شوية موسخ بسك جاي فلا فاساد وكل حاجة تطيح عليه كل حاجة تطيح فيه هاي ليك نمسحهم مليح حتى نردهم يعني يبرييو وتشوفوا منهم كل حاجة هاي ليك البنات بعد ما مسحتهم نعاود نرد واحدة فوق خدها الجيس سهلة ما فيها حتى يعني غير هكا تبلاسي وها تفوت تحكم بلاستها هادا مكان تعاودوا تحكموها كامل بلي فيس في كل تقبة ديالها ديروا هكا فيس غيور باش تشد روحها كي ما راكم تشوفوا وكي ما وصيتكم اللي خاطيها البريكولاج هادا في الدار ولا مش يموالفة ولا ما تقدرش ولا من الاحسن يكون معها راجلها كيعاونها باش ما يصروا حتى كوارث انسي جامي ما تقدرش تعارفو ولازم تستحفظوا على هديك سجاجة إلا تكسرت ولا لا ما يعني الوحدي خافي فيتي هاي ليك هنا عاود ترديتها نزيد نغلق لها هدو كل القفال اللي فتحناهم مع الأول ونطلع الباب ديالي وشوفوا النتيجة اللي راهي راهي ولتلي مرايا مرايا بوا ما قدرتش نصور لكم مليح مليح بس كنبان فيها لو كان نطابس نبان كامل المهم صورت لكم غيرها كامل فوق باش تشوفوها وهنا بينسوخ حنشعل الكم الضوم لداخل شوفو كيفاش تشوفو الداخلي لا خبز ولا بيتزا ولا حلوة ولا راح تشوفوها كلا غينات المهم هادي هي كيفاش تفتحوها هنا يا كانت الاخت معاكم اشكفو تسقسيني على الكوكوت مينوت وانا اشكفو نريبوندي لها في هاداك الكومنتر وهي تزيد تقول ليها كي ما جاوبتينيش على الكوكوتة ما جاوبتينيش على الكوكوت مينوت المهم اليوم راح نجاوبها باختيسار بس كنت درت فيديو على هاد الكوكوت مينوت هي تعل اينوكس شريتها بين 800 و 900 المهم ما تفوتش مليون من واحد لا سوبيغات تبيع الماعن جاية بين بين بير خادم و عين النعجة هادا هي هاي كيفاش جاية تقيلة ما شاء الله طيب لكم مروعة هادلا مخ ايطاليان بزاف بزاف هاي اللي لقيتوها غير شروها هادا هي هنا بعد ما كملت شغلي بينسوغ خصلتها معاكم الباب تعالاك ويزينياغ وكملتها رحت باش نطيب هديك الكسرة ديالي نشتوها كيفاش خمرت الله يبارك يعني دوبلات في الفوليوم نحن يدرتها شوية جريان ثم يلموا بتدئات قدروا تيبسوها شوية باش تتحكموا فيها مليح المهم لبنات راني نقرس فيها على 4 كل كيلو يدير لكم 4 حتى الخمسة يعني إلا حبيتوهم كبار يديروا 4 إلا حبيتوهم غير صغيرين هكاية تقدروا تديروا حتى الخمسة قرستهم وخليتهم وهنا يعني نفتح فيهم بالحلال وكنت درت ديجا الطاجين تعي سخن أنا نحب نديروا قاوي من بعد كي نحط الخبزة ديالي نقص لها شوية نديروا في المواية هايليك هنا يرفتها وحطيتها في الطاجين ننتقبها بالفرشيطة كيما كنت قلت لكم هاد الفطير يتنفخ يجي يعني منفخ يجي خشين شوية ونقعد نطيب فيها حتى تتحمر وبينسوها حتى تتحمر لكم ما تخافوش كامل بسك فيها الخميرة وفيها السكر يجي ما عندي ما نقول لكم كيما شتو هنا انا فطرت به درت غير زوج خبزة بس كنا يعني غير انا وتامين في الدار هاوليك كيفاش يجيني نفتح لكم فيه وانا بينسو قدرتو باللوبيا بصلوا طوماتيش مع هادا كل البردوشتة وش نقول لكم شاهيدكم في الجنة ان شاء الله شوفوا الكسراولة الفطير كيفاش تجي تجي خفيفة يعني تجي كل قاطل والله يبارك نتمنى تجربوا الوصفاي لما كنتوش تديروه بهذه الطريقة وتردولي في كومنتر وبالنسبة للوصفة تعلوا بيا بصل وطوماتيش كنت شاركتها معاكم عدة مرات درتها بالتوم درتها بالبصل نحط لكم الوصفة في صندوق الوصف لي مهتم ما تروح تشوفها وهذا هو كان فطوري اكليت بالصحة ولهنا وربي دوم النعمة عليها وعليكم هنا يفللي الكامل رحت لها داك المعجون تعل الحبه هديك تعلارنج اللي كنتو انتو ما اعطيتو لي الوصفة وانتو ما اللي اعطيتو لي الطريقة شوفو نحيت لها كاملة ديك القشرة الفوقانية كنت حنديرها لزاست مبسح خفت لوغو ديالها يكون مر ولا ما حبيتش نديرها نحيت غير هديك اللب ولا القشرة اللي تكون بين القشرة الفوقانية والحبه تعل هديك تعلارنج ان شاء الله تكونوا فهمتوني هديك البيوضية اللي تجي في وسطها انا هادا بينسوا قدرتو في طبسي بشغدوا ان شاء الله نديرو معجون اه عفوا نديرو جو نزيدلو زرودية ولا نزيدلو هكا كشفاكيا ولا نديرو جو بسك شوية مرة و هاداك الخاليط الابيض هاداك اللب هادايا قالوا لي بيته في الماء وحدة التلت ايام واشك فو نعصره نعصره ونعاودلو ما جديد بسكعلاش جاي مر لو كان نديرو ديغ اكتو هاداك المعجون رح يخسر لي يجيني كامل مر انا اليوم ما راني شمختو وان شاء الله هنهار نكون رح نديرو في السرو نزيد نشارك معاكم الطريقة كي ماشته هنا يابينسو نوجد لاتاي ونعناع توجو نخسلهم ونوجدهم للموسيو يجي يدير لي لاتاي كي ما هو يتفشش في النهار نديرو الماكلة حتى الفراش انا ثاني نتفشش في الليل ويجيب لي ادك الكستعلاتي حتى البلاستين قاعد بهراسي ما عندي من قول لكم هذه هي البنات خطرة علي خطرة علي وهنا يا لحقنا لنهاية على الروتين ما بقى لي غير مقول لكم تهلوا في روحتيكم تلاقوا في روتين جديد ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة